وعندك موهبة كتابة شعر غناء مش عارف تقدم فين والمين مستعد؟ جاهز؟ نجوم التاسعة أسهل وأسرع طريق تعرض في موهبتك ابعت لنا على صفحة البرنامج جاهز نفسك لتجربة هتغير حياتك نجوم التاسعة قريبا نجوم التاسعة قريبا ده تسفيق حد جدا أقول لك ليه؟ بص يا سيدي أنا أحاول قدر الإمكان أقربها لك على رأي الله يرحمه رب حسن حسن نجوم التاسعة دي هتبقى تقريبا تقدر تسميها أكبر وأهم وأعظم وأوقع وأعمق مسابقة لاكتشاف المواهب في الغناء والشعر والقصة القصيرة طيب علشان إيه اللي يحصل علشان بس تبقى حضرتك فاهم احنا بنتكلم الكلام ده هنا في برنامج التاسعة يعني هنا من داخل مبنى مسبيرو العريق القناة الأولى ده معناه إنه فيه اهتمام حقيقي أصيل عميق متجزر بإيه؟ باكتشاف المواهب المصرية ومن كل حتة في مصر يعني من أقصى الجنوب لأقصى الشمال أقصى الشرق لأقصى الغرب من أبعد نقطة فيك يا مصر لو سمحت حضرتك تقدر تخش على الصفحة بتاعتنا وتقدر إنه تشاركنا بيه الموهبة بتاعتك ليه؟ اللي اهتمام هنا نابع من مسألة يا جماعة جزء أصيل وفي منتهى الفاعلية من قوة مصر هي قوها النعمة مش هقولك بقى الجملة الشهيرة المعروفة هاليوود الشرق إحنا القصة القصيرة ملاش علاقة بها هاليوود ولا حاجة إحنا هنا بنتكلم على شعر بنتكلم على قصة قصيرة بنتكلم على غنى مزيكة عايز أسمع طيب هال مصر الموهبة خلصت إطلاقا مصريين كتير ولاد وبنات ستات ورجالة عندهم موهبة كتيرة جدا ومش عارفين يقدروا يوصلوها إزاي ساعات كتير بنقابل ناس يقولك مثلا ده أنا بكتب أشعار ده أنا بكتب أغاني ده أنا بكتب قصص قصيرة وعندي مجموعة أعمال كبيرة ومش عارف أنشور إزاي أقولك بمنتهى البساطة نجوم التاسعة يحلها لك يحلها لك حضرتك إن شاء الله كسبت معانا هتنشر القصص القصيرة بتاعتك حضرتك إن شاء الله الشعر بتاعك أو قصائدك الشعرية كانت بالعامية بالفصحة شعر غنائي حضرتك هتتنشر وارد جدا إنها تلاقيها بتتغنى حضرتك عندك موهبة حقيقية في الغناء يعني صوتك بجد حلو يبقى صوتك هيتسمع وهيتم إن حضرتك يتم إنتاج أغنية لك وهنسمع الأغنية وهتملأ الدنيا بصوتك على مختلف القنوات مين عارف؟ يعني ممكن نسمعك في تترات مسلسل مين عارف؟ نسمعك في تترات مسلسل مهم من المسلسلات الحلوة اللي بتتفرج عليها وبنستمتع بيها في رمضان ده بالمناسبة الفيسبوك دوت كام بتاعنا يعني تحديدا برنامج التاسعة الصفحة بتاعت برنامج التاسعة بالتحديد حضرتك هتلاقي فيها كل التفاصيل وإزاي تقدر تشترك معانا وما إلى ذلك وهيتم تقييم الموهبة بتاعتك بمنتهى منتهى الدقة منتهى التدقيق في كل حاجة هتتبعت أنا تاني متأكد أن مصر فيها ملايين من كتاب القصة فيها ملايين من الشعراء والشاعرات فيها ملايين من المطربين والمطربات بس كل المسألة أنهم عاوزين يعرفوا أنهي طريقة الطريقة فاندم نجوم التاسعة برنامج التاسعة على القناة الأولى ماس بيرو تلفزيون مصر تلفزيونك بتاعك تلفزيونك الوطني برنامجك الوطني يعني إيه الوطني اللي هو إيه الناشنل بتاعك دعالت بالانجليزي كده مش هنا بكلمك على الوطنية بالمفهوم الانتمائي اللي هو بترياتك يعني لا المسألة بالنسبة لنا هم وواجب مش هم يعني حاجة وحشة شيء بيشغلنا شيء بيهمنا مهمومين بيه احنا نعرف نكتشف الموهبة بتاعت سيادتك ازاي نقدر نوصلك إلى أنك تبقى حاجتك موجودة ومطروحة مسموعة ومقروعة وما إلى ذلك احنا فعلا عايزين ده ويمكن اللي أنا بقولهولك ده لا يبتعد على الإطلاق من أنا بقولك 8 سنين فاتوا من الإنجاز والاهتمام بالمصريين الاهتمام في كل نطاق وفي كل مجال وإن الاهتمام يبقى من هنا من قلب القاهرة الساحرة الاهتمام يبقى من هنا من قلب القناة الأولى بالتلفزيون المصري بما سبيرو الاهتمام يبقى من هنا من برنامج التاسعة اللي بنعتقد وبنرى بل نحن متأكدين أنه هو البرنامج اللي بيوصل لكل الناس في كل البيوت المصرية دون استثناء واحد حقيقة أنا بقولك ده وأنا فعلا عارف دون استثناء واحد نجوم التاسعة ده هو مدخلك الأوسع والأكبر والأكثر تقلقا وألقا لأنك تقدر تعرض موهبتك في القصة القصيرة في الشعر وفي الغنى لو عندك موهبة كتابة شعر غناء مش عارف تقدم فين والمين مستعد جاهز نجوم التاسعة أسهل وأسرع طريق تعرض في موهبتك ابعت لنا على صفحة البرنامج جاهز نفسك لتجربة هتغير حياتك نجوم التاسعة قريبا عجيبني أنا الترمودة جدا جدا يعني